مره تاني بصابع لكل سيدة المشاهدين اللي بيشوفونا ونهاركم سعيد وبنبتدي معاكم دايما في نهارك سعيد وفقرة الصحافة ومنقولنا في الستوديو أستاذ أحمد سامي متولي الصحفي والكتب الصحفي بجريدة الأهرام صباح الخير يا فانسي الصباح الخير دي أهلا أهلا بحضرك نبتدي على طول من جريدة المصر نقول خبر خبر وبعد كده نرجع ناخد تفاصيل كل خبر الخبر الأولين اللي معنا من جريدة المصر اليوم الصفحة الأولى نواب يفتحون النار الحكومة ركعت لأمريكا والعسكري متهم من جريدة الأخبار الصفحة الأولى نكمل الأخبار وبعد كده نرجع ناخد خبر طب حركت تقول خبر التاني الأخبار بتقول الكتاتني بيصرح بيقول أن صفر المتهمين الأجانب يوسيق للقضاء المصري من جريدة المصر اليوم الصفحة الأولى الإخوان تهادت باستخدام الأغلبية لحسم تشكيل تأسيسية الدستور الشروق وده خبر مرتبط بالخبر الأولاني بيقول نواب الشعب يطالبون بسحب الثقة من حكومة الجنزوري من الأخبار الصفحة الأولى الرئيس مجلس الشورى لا منع من النص في الدستور على احتكام غير المسلمين لشرائعهم الشروق تنطاوي سنظل نعمل رغم محاولات التجريح والتشوية المصر اليوم الاحتياط يتراجع لـ 15.7 مليار دولار ومفاوضات مع السعودية خلال أيام لحصول على 3.75 مليار المصر اليوم ده آخر خبر معنا بيقول الأسد يسمح بدخول المساعدات ويواصل المجازر في حمص عندنا أخبار النهاردة متهائل كتيرة جدا نبدأ على طول من مصر يوم الصفحة الأولى نواب يفتحون النار الحكومة ركعت لأمريكا والعسكري المتهمة تالي احنا نتكلم على قضية التمويل الأجنبي وتفاصيل الخبر نفعل هي قضية التمويل الأجنبي والنواب كان في نفس الوقت كانش بناشر التمويل الأجنبي بس كان بناشر بياني الحكومة فطبعا يعني بياني الحكومة يعني مرفوض من أول ما تعرض في مجلس الشعب ولذلك تطينا بلا بقى الموضوع بتاع التمويل الأجنبي ده دخل في دوت وطبعا كان الدكتور الجنزوري قال إن مصر لن تركع وكده فكله قال لك إزاي كل ده احنا نركعنا وسجدنا وعملنا كل حاجة بعد كده فكانت الوضع مبارح في المجلس حوالي أربع أو خمس لجانب برلمانية كان ينقش بياني الحكومة وتطلق الأمر بطبيعة الحال إلى موضوع التمويل الأمريكي بس هم رفضين البيان شكلا وموضوعا ورفضين موضوع التمويل الأمريكي وده طبعا كان من المنتظر إن مجلس الشعب كان هينقش بياني الحكومة الإسبوع المقبل على أساس إنه كان فيه طبعا يتردد إنه يسحبه الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري وده كان يعني كان موقف قوي قوي للنواب وكان واضح وكان واضح مبارح جدا في كل اجتماعات اللي دارت في اللي جان مجلس الشعب قالوا طبعا كلهم أشار إنه فيه المجلس العسكري هو اللي وراء الموضوع ده هو سواء الكلام اللي تردد إنه فيه مساعدات عسكرية وبينتظرها من أمريكا فعلى ضوء ده هو تم اتخاذ هذا القرار أو فيه قطاع غير معينة للأسلحة ما مش موجودة أنا حضراك يمكن سمعنا كمان في الأوساط السياسية وإن فيه صفقة تمت تبادل عشان الأستاذ عمر عفيفي هل تك سمعت أن تكلم ده؟ سمعت أنا بستبعد دي شوية يعني مش عمر عفيفي اللي مدوق الدنيا كلها وهتم ده كلامي وقالف عشان كده طبعا أنا عن ناحيتي بستبعدها شوية يعني ما هوش مطلوب قوي لهذه الدرجة أنا مش شايف إنه هو المأجج الدنيا في مصر أو حاجة زي كده يعني ما أظنش إنها توصل لهذه الدرجة أنا شايف إنه فعلا ممكن يكون وراها بعض الأمور العسكرية الخاصة طيب خلانا نروح للأخبار ومتالي الخبر ده مرتبط بالخبر الأولاني كمان الكتاتني سفر المتهمين الأجانب يوسيق للقضاء المصري دي تصريحات قالها الدكتور الكتاتني مبارح وكان مسافر الكويت في مؤتمر برلماني عربي هناك هو قال نفس التصريحات ديت أو شبيهة بيها أول أمس في الجلسة المشتركة المجلسية الشعب والشوري اللي بدأ بيها الموضوع دوت عشان يهدي للرأي العام وقال أكتر من الكلام ده قالك إن اللي حصل ده جريمة وانا مش هنسكت عليها أيا كان اللي ورا هذه الجريمة وطبعا ودعا استدعى الدكتور الجنزوري وعدد من وزراء الجلسة هي يوم الحد خاصة لمناقشة الموضوع دوت وانا مثالين دي هتكون الجلسة اللي هي بقى القشة هتقسم ظاهر البيئة طبعا هي المسألة مش مسألة حكومية هي مسألة قضاء بس هي داخلت الاتنين في بعض أنا ما كنت عايزة أسأل حدريك من وجهة نظرك مين الأطراف المعنية بالأمر في خضية التمويل الأجنبي يعني مين المفروض أصبار اتهام تشير إليهم القضاء والقضاء بيحق يعني القضاء بيحق في الموضوع ولكن هو موضوع قضائي حتى كان فيه اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب مبارع وفي بعض النواب أثاروا الموضوع دوت ولجنة مختصة برضه فهم قالوا أنه مش هنتدخل نتكلم في القضايا العادية لك مش هنتدخل لها عشان ده في صميم عمل القضاء إنهم يدينوا الحكومة في حاجة زي كده طيب حريك كمان ما شايف من يعني من قراءتك للموضوع إن فعلا إن القضاء محتاج يكون قضاء مستقلي لا هو القضاء طبعا ما زال مستقلي يعني حتى إن كان فيه بعض الحاجات فيه بعض التطهير بيحصل فيه حاليا لبعض المبارسات السلبية اللي كانت قبل كده لكن القضاء طبعا مستقل نازم ننتظر التحقيقات اللي هتعملها مجلس القضاء الأعلى ونشوف الوضع إيه وهنشوف برضو جلسة مجلس الشعب الحد دي مقدرش يجزم هل كان فيه ضغوط على القضاء ولا إيه اللي بالزبط بس من الوضع طبعا إن كله بالكلم عن فيه ضغوط بس الضغوط دي جات منين أو هجات ده إن شاء الله يعني ممكن يوم الحد ينكشف في الكلام ده جوا إن شاء الله المصر يوم الإخوان تهدد باستخدام الأغلبية لحسم تشكيل تأسيسية الدستور تمام هو مش متهدد ولا حاجة هو كان دار بعض المناوشات في الجلسة المشتركة أو الأمس بخصوص وضع المعايير اختيار اللجنة إن طبعا الكلام كان بادئ هادي قوي والكلام كان جميل أحنا أطياف الشعب كلها هتشارك ونحترم الأراء كلها بعض نواب الإخوان في الجلسة أصروا مسألة لا الأقلية مش هتفرض رأيها الأغلبية يعني في الآخر في بعض الأمور إن شاء الله لو كانت واحد أو خمسة في المية أو عشرة في المية لازم هتحسن عن طريق الأغلبية وده طبعا عمل شوية كلاشات كده في الجلسة وبتالي بقى الأعضاء بعدها تقول لا احنا أغلبية وما احنا خدنا الانتخابات واخدنا الأغلبية زي الأقلية تفرض رأيها الأغلبية فهو ده اللي حصل بس اللي أنا شايفه أن النسبة 40% اللي اقتراحها الإخوان بالنسبة لللجنة التفسيرية للسوري يبقوا من داخل البرلمان دي متهائلة اللي هيتاخد بها في الغالب لأن معظم حتى الأحزاب التانية منها الأحزاب الليبرالية مطالبة 30% أو 30% عادوا من داخل البرلمان ممكن ما عادة حزب أو حزبين الحزب التجمع وكده قال لك أنا مش عايز حد من البرلمان وعلى ما اعتقد حزب تقريب المصريين الأحرار أنا مش عايز حد من البرلمان لكن فيه توافق في الأحزاب حتى جواها أن النسبة تبقى 30% فأنا شايف من 30% مش هتفرق كتير مش هتفرق الأحزاب الأحزاب الإسلامية في حزب النور طالب 60 في الجماعة الإسلامية طالبة 70 فطبعا يعني معنا كذا إقصاء لخارج كفاءات كلها لخارج البرلمان الكفاءات الدستورية والكفاءات فقهاء القانون دول لازم يمثلوا بعدد كبير يعني مش بعدد مش كمسة ستة مثلا ثالث فقهاء القانون لازم يمثلوا مثبت 30% لوحده ممارسات مكتب رشاد متهاية اللي بتفكرنا ممارسات لاجنة سياسات يعني صورة ايه متاش مبقاش فيه أغلبية وعشان كل أطياف الشعب المصري يمثلوا في كتاب الدستورهم لكن للأسف لو هي دي هتبقى تليش الشعب المصري يردو كده هننتظر برضو ونشوف الأربعين النائب دول هيبقوا كلهم من الحرية والعدالة والنور ولا هيضموا شخصيات مستقلة من المجلس في شخصيات مستقلة وزي تبع في القانون والدستور في المجلس كتيرة وفي شخصيات عامة برضو في المجلس يعني ما شايفين دي برضو ممكن يعني ده هننتظر إذا لقينا ان فيه أربعين واحد من الحرية والعدالة مثلا وكلهم من شخصيات قانونية أو كده ده بقى ساعتها نحكم ونقول فعلا ان هم ما بيخترفوش عن الحزب الوطني كتير آه نشوف خلينا نروح لنواب الشعب يطالبون سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري يعني بقى لنا فترة طويلة جدا بنسمع الكلام ده آه ده مرتبط بالخبر الأولاني وهو متالي حاجة صبحت وشيكة يعني مش ومتالي هي الحكومة يعني مستعدة لهذا الوضع الغريب في الأمر ان كانت استاذة فايزة ابو نجا في اللجنة الاقتصادية مبارح في مجلس الشعب وعرضت خطة سنوية وخطة خمسية وخطة عشرية وقالت يعني وقالت ان في مؤتمر يوم 28 مارس لعرض خطة عشرية للدولة وكده فتحس ان الحكومة دي بتخطط لنها قاعدة كتير بسي في الأخير رجعت قالت ان الهيجي بعدين يعني ممكن بقى يستفيد من دي اللي عايز يستفيد دي فواضح ان هو كله عارف يعني كله مستعد لهذا الأمر خلينا نروح لكمان لجريدة الأخبار الصفحة الأولى رئيس مجلس الشورى لمانع من النص في الدستور على الاحتكام غير المسلمين بشرائع ده حوار مع رئيس مجلس الشورى الجديد وطعم من حزب الحرية والعدالة التصريحات ما فيهاش جديد عن رأي الحزب في هذا الموضوع او المتالي ده النص ده هيقى موجود جوه الدستور في المادة الاتنين الخاصة بالشريعة الإسلامية ده مش هيقضي بحد كله متفق عليه الأزهر متفق عليه الوسيقى بتاعة أزهر متفق عليه يعني حتى قول الإسلامية كلها متفقة على هذا الموضوع ومتهيقلي ده اللي بيبين مدنية الدولة بالزبط وانا اتوقع ان هو يعني محدش هيختلف على هذا النص نروح لجريدة شروق الصفحة 2 وتنتوي سنظل نعمل رغم محاولات التجريح والتشوية ده كان في لقاء مع قيادة القيادات من الجيش اتكلم ان لازم مش عايزين الوقيع برضو الوقيع بين الجيش والشعب وقال ان ان الجيش مش هو هياخد الشرعية من الشعب وكده ان هو بعيد ان هو يقفز على السلطة وهنواصل لغاية ما نسلم المرحلة الانتقالية يعني الكلام ما فيهوش ما فيهوش جديد انا شايف ان هي نفس التصرحات وربنا سهل كلها 3-4 شهور كلها 3-4 شهور في احنا قدام لحدة 30 يونيو صحيح لغاية 30 يونيو اول 7 متائل يعني رئيس الجمهورية ممكن هيكون هيحلي في اليمين بنتمنى ان شاء الله طيب خلينا نرى جريدة المصر اليوم الصفحة الاولى الاحتياطي يتراجع الى 15 و7 من 10 مليار دولار ومفاوضات مع السعودية خلال ايام لحصوله على 3-75 مليار دولار الاحتياطي يتراجع الى 15 مليار هو التراجع هنا يبين ان هو كبير لكن هو يمكن مش كبير خلال الشهر اللي فات بس لان هو نزل 600 مليون فقط يعني نزل نسبة بتلاتة في المية او تلاتة وكسر في المية هو كان بينزل كل شهر من بداية الصور اثنين مليار دولار في الشهر فكده نزل حوايا نص مليار فيعني تاكده بنقول ان فيه يعني فيه امتالة الاقتصاد بتده يتعافى شوي مقارنة بالنص مليار لاثنين مليار خلال الشهر اللي فاتت دي كلها فانا مش قلقان من الرقم ده وانا هو كان اخرها كان 16 و13 من 10 مفاوضات مع السعودية خلال ايام هي طبعا كل المساعدات اللي جاية من السعودية ديت هي قروض ومشروعات استثمارية مفيهاش مش منحة مثلا معلهاش فوائد او حاجة لا كلها برضو الاجيال القادمة بس هي ضرورية لدخل الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وعلاج العجز اللي في الموازنة اللي حاصل والله يا فندم الشعب المصر شعب غالبين يعني فيك نفسها كل يسمع كل يوم بنسمع تصريحات جديدة وتصريحات متضربة من الاقتصاد يبيتراجع من الاقتصاد يقع وفي نفس الوقت مصر هتفلس دول العربية مش عايزة تسعيدنا دول أمريكية مش عايزة تسعيدنا دول العربية هتسعيدنا بسيطنين افراج عن المعونات اللي جاية من صندوق النقد صندوق النقد هو المدينة المعونات اللي هي حوالي 4 و 17 مليار دولار دي برضو اللي هتحسن الوضع في الموازنة الفترة اللي جاية على طول بعدها الدول الخليج هتوافق هي زي تقولي مشروطة بالموافقة اللي هناك يعني حسن صندوق النقد والبنك الدولي والبنك التنمية الافريقي وفقوا على دهية واني ده في رجاح للاقتصاد المصري هم هيدون والله المواطن المصري متهيالي طلباته أقل من جده بكتير يعني عيشوا حرية وكرامة وفي نفس الوقت حتى أموبة المتجاز مش متوفرة والناس بتتكلم فكلام كبير أوي 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 بس في نفس الوقت على أرض الواقع في حاجة بتتحقق فيه أي خطط فيه جداول زمنية لتعيق أي حاجة متهيقلة محدش نوم الشعب بعد ذلك الحكومة وقتها هدايق أوي ومش عارفة تقود قرار قرار حاسم طبعا أي قرار حاسم بيحتاج أليات لتنفيذه والأليات دي عايزة وقت لتنفيذها فواضح أن هي مش هتقدر تلحق تهم الحاجة الفترة اللي جاي بتجاز الحاجات دي حتى وزير التموين قال أنها خلاص هنترح كوبونات من أول خمسة اللي جاي وهنوزع الأنابيب على مستوى الجمهورية كلها بالكوبونات خمسة جنيه للأنبوبة واللي هشتري بقى الأنبوبة العادي يدفع خمسة وعشرين جنيه دي نص تعتبر نص تكلفتها تقريبا تكارف خوالي خمسين جنيه فهل الحكومة هتستمر لغاية واحد خمسة عشان يبتدوا ينفذ دي ولا هتيجي حكومة جديدة هتقول لك لأ النزام كوبونات ده نزام اشتراكي وده وزير اشتراكي طيب أقول لحالك والله الشعب المصر غالبان مع السياسين بصراحة الحكومات كتير وحكومات كتير وسياسين وقرارات ومع أنها هي قرارات بسيطة جدا طيب خلينا نروح لآخر خبر معنا النهار ده وهو من جريدة المصر اليوم والصفحة الثالثة الأسد يسمح بدخول المساعدات ويواصل المجازر في حمص بعد إيه طبعا مش عارفة بصراحة وبعدين ده الغريب في الأمر كمان إن إسرائيل عايزة تبعت مساعدات طبعا دي المثالي مش هيوافق عليها بس بيواصل المجازر ده طبعا ده استمرار للأزمة برحمة حوالي ستين واحد في بقى المعارضة هناك عايزة تطلب من مصر موافقة على تسليح تسليحة هناك طبعا ده أنا شايف إن ده أمر مرفوض مش من مصر مصر هترفضه الغرب نفسه رفضين هذا الأمر خوف إن يحصل حرب أهلية جوه خوف إن إيراني تلعب في المنطقة دية ويتدخل أسلحة وكده فتبقى العملية بقى دخلنا إيه بقى في سراعات طائفية حد يمرامي حاجة على إسرائيل ومن كده دخلنا بقى في سراع منطقة الشرق الأوسط كلها فأنا أظن إن دية الكل سواء الجنب المصري أو الغرب رفضين موضوع للتسليحة شكراً وإن شاء الله نتقابل مرة تانية وأخبار تانية بس يكون فيها بقى أخبار ياريت من 8 أخبار نلاقي خبر كويس خبر كويس بالصبت خلنا نروح لتقرير في إطار فعليات اليوم التاني لمهرجان النوبي العربي الأفريقي الأول قدمت العديد من الفرق النوبية عرضها مثل فريق نوبينة وينجي النوبية وبرعم أطفال أبو سيمبل وأبناء حلفة التفاصيل في التقرير أتى اللعنة تفديوهات